الشمس هي هذا المخلوق المضيء الذي تضيء بالدنيا وهو من أعظم المخلوقات التي يراها الناس ويشاهدونها وقد خلقها الله تعالى وفيها من المنافع ما هو معلوم وأقسم الله تعالى بها دلالة على العظيم صنعه وبديع خلقه وما في هذه الآية من دلائل قدرته وإتقانه جل في علاه وقوله وضحاها ذكر في الضحى قولين القول أول قال مجاهد أي ضوءها فأقسم بضوء الشمس وذاك أن ضوء الشمس أعظم منافع الشمس التي يدركها الناس وإن كان الشمس لها منافع عديدة لكن الضوء هو من أعظم تلك المنافع وقيل في ضحاها أنه النهار كله لأن الشمس تضيء النهار فما دامت الشمس بادية فالضوء منتشر والضحى هنا ليس المقصود برهة الزمان التي تكون في أول النهار التي ينبسط فيها الضوء على الأرض بعد ارتفاع الشمس قد رمح بل هو أعن من هذا فالضحى يطلق على النور والإضاءة والبيان والظهور وليس فقط على الضوء في تلك الفترة التي تكون في أول النهار فهذا وجه قول لمن قال إن المراد بالضحى هنا النهار المراد بالضحى النهار كله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب له مجاهد أقرب لأن النهار جاء القسم به منفردا في قوله والنهار إذا جلها